السلام عليكم ازايكم عاملين ايه انا احمد جويش فيديو قناة بورومو اهلا بكم فيديو جديد والنهار ده معنا مراجعة الحالة الثالثة من المسلسل لورد اوب زرينجز زرينجز اوب بور تنسوش تعملوا لايك في الفيديو وشير مع صاحبكم متأكد انتم مشتركين في القناة فعلي زرور الجرس عشان نوصلكم كل جديد ويا الله بينا نبدأ. وقبل ما ندخل في تفاصيل الحلقة كنت حابة اوضح حاجة بالنسبة لفيديو مراجعة اول حلقتين. ان يعني انا كنت غير موفق في اختيار بعض الالفاظ ويخني التعبير في بعض المواقف كده وده يوضح وجهة نظر غير اللي انا كنت عايز اوصله. ده كان خطأ فني من عندي ولكن يعني انا هوضح لكم وجهة نظري قدام شوية في الفيديو. بنشوف من خلال حلقة استكمال رحلة جلاد ريال وهالبرند اللي بيبقوا ضيعين في نص البحر حرفيا ولكن بتي سفينة تنقذهم وبتاخدهم وتوديهم لجزيرة نومي نور. جزيرة نومي نور اللي من احسن الحاجات اللي اتقدمت في القصة لغاية دلوقتي على المستوى البصري وعلى المستوى القصصي. بنعرف ان شعب الجزيرة الحالي ده زمان وقف في الحرب مع الالفز ضد مرجوث والجزيرة دي كانت الجائزة بتاعتهم. بس الكلام ده كله من الماضي والالفز دلاتي وجودهم في الجزيرة دي مش محبوب. وده اللي بيضع جلاد ريال فيه بعض المشاكل مع المالكة بتاعت الجزيرة دي. ولكن جلاد ريال بتقابل بعض الموالين لها وبعض الناس اللي عندهم استعداد ان هم يساعدوها. ومش بس كده كمان لا ده بتقدر تتوصل بقى للرمز بتاع سارون اللي ما كانش مفهوم ايه معناه ده وبتقدر تكتشف ان هو ده في الاخر خريطة وهو اللي ممكن مفتاح ان يوصلها لمكان سارون وتقدر بقى تنتائم لموت اخوها. وعلى الجانب الاخر بنشوف جيش اللي موجود اللي مستعبت بعض الالفز ومخليهم يشتغلوا وبيحفروا له ممرات لغاية وخطة مجهولة بالنسبة لنا لغاية دلوقتي. احنا كل اللي نعرفه ان هم تابعين لشخص يسمى ادار اللي بنسبة كبيرة ربما يكون هو ثوره. وبنشوف بقى محاولات الالفز اللي الموجودين مع الاوركس دي للهروب ولكن المحاولات دي كلها بتفشل تماما بتفشل فشل زريع ويعني ده بيعرفنا ان الاوركس عاملين حسابهم على كل حاجة وان هم معهم خطة محكمة ومش جايين يلعبوا وهم عارفين بتحرك ازاي وعارفين كواس هم عايزين يعملوا ايه? وبينتهي الجنب ده من القصة بظهور ادار ولكن هو لسه ما ظهرش بالكامل هو يعني جابوا لنا اطلع بتاعته كده وواضح انه بقى ده الفيلين الاساسي اللي هيبقى موجود معنا وشكله يعني انه هو شخصية مرعبة. نروح لاخر جزء معنا كان موجود في حلقة النهار ده هو قصة نوري والاجزام ويه بنعرف ان الاجزام عارفوا من نوري انها مخبية شخص وانها ازاي قادرت تكشف مكانهم ده بيعرض نوري واسرتها لغض بعار من الاجزام. بعض المواقف والاحداث في طريق سرد القصة في حلقة النهاردة كانت حماسية اكتر من الحاجات التانية. يعني في احداث ومواقف حصلت كانت حماسية. وقدرت انها تاخد انتباهي اكتر من معاقف تانية حصلت. ولكن طريق سرد القصة عمونا في الحلقة وتأسيم المواقب دي على مدار الحلقة كاملة يعني قدر يعالج المشكلة دي بشكل قويس وقدر يديني حلقة استمتع بها في الاخر. وكمان الحوار كان احسن بكتير من الحاقتين الاولين تم معالجته بشكل افضل مع ان الحوار يعني هو كده كده متاخد من الاحداث بتاعت الكتب وفي حوارات متاخدة بالنص ولكن يعني لازم يبقى في شوية معالجة بحيس ان الحوار يبقاش كله يبقى ان هو تفخيم وخلاص. نروح بقى الاهم جزئية وهي جزئية الاخراج. الاخراج كان رائع. انا خدت متعة بصرية وصوتية غاية في الروعة. شكل جزيرة ده يعني حاجة كده متعة بصرية رهيبة. الجزيرة دي معمولة بشكل كان غاية في الروعة وكان حلو جدا يعني فيه جملة كده بتتقال هالبران بيقولها لجالادريال بيقولها فعلا حقيقة الصورة البصرية بالنسبة للجزيرة دي حاجة قدرت نهاية تخطفني كده وتديني متعة بصرية رهيبة. وكنت اتكلمت عن الاخراج في اول حلقتين يعني ما قلتش ان هو وحش ولكن انا كان بالنسبة لي يعني الفيلم لما اتعارض شوفه من كم سنة كان سابق لعصره وكان قدر يعمل لحاجات لهوة يخطفني بيها نقطة بتفرج عليه انا طفل زار فاداني متعة بصرية رهيبة. الكلام ده في اول حلقتين ما حصلش معي بالصورة الكبيرة لقول ايه ده ازاي عملته الحاجات دي كلها. فبالنسبة للميزانات ضخمة اللي كانت محطوطة انا كنت عايز حاجة اللي هو انبهر بيها. ده حصل في الحلقة التالتة انا شفت شكل الجزيرة شكل البهور والحاجات دي لا فعليا انا انبهرت بمتعة بصرية وحست ان المسلسل ده بيقدم لي حاجة جديدة عن الحاجات اللي موجودة عالساحة دلوقتي. ولكن مش معنى ده ان الاخراج كان وحش في اول حلقتين انا بس بالنسبة لي كنت عايز حاجة ان انا اتخطف منها ده حصل معي في الحلقة التالتة فبعض الكلام اللي انا قلته في فيديو اللي فات يعني الوقت بان ان انا بهاجم المسلسل مسلا وبقول ان الاخراج وحش او كده لا الكلام غير كده خالص يا جماعة وبس بالنسبة لي انا يعني الفيلم كان سابق لعصره فانا كنت عايز مسلسل يكون سابق لعصره. لكن الاخراج بالنسبة لي في الحلقة التالتة يعني ولا غلطة مفيش اي حاجة فيه متعة بصرية رهيبة ومتعة صوتية كمان رهيبة. نفس الكلام ده برضو كان موجود في اول حلقتين يعني انا استمتعت بالاخراج في الاول في الاخر ولكن انا في الفيديو يعني ما وضحتش الايجابيات انا تكلمت بحاجة ما عجبتنيش ولكن ما قلتش الايجابي فبعا بالنسبة لي ان الموضوع كله سلبي ولكن الموضوع ما كانش كده اطلاق. ونروح للاداء التمثيلي. طبعا في اول حلقتين كمان شخصات كتيرة جدا مش عارفين احنا مين مكمل معانا ومين مش هيكمل ولكن في الحالة التالتة بدأ الموضوع يتمحور شوية وبدأنا نعرف مين الشخصات الرئاسية اللي تبقى معانا وبدأت الشخصات دي تاخد بعض التحديات التمثيلية وقدتنا اداء تمثيلي حلو جدا من التحديات التمثيلية لهم خدوها دي. حلقة النهاردة مبشرة بان المسلسلة ربما على المستوى القصة عنده برضو شيء حلو مش جاي دينا متعة بصرية وخلاص. الحلقتين الاولانين على مستوى القصة برضو يعني خلفوا التوقعات شوية وقللوا بقى الطموح وقللوا عندنا التوقعات المسلسل ده هيقدم لنا حاجة على مستوى القصة ولكن الحلقة التالتة دي بتبينينا ان المسلسل لسه ما زال عنده اشياء وما زال عنده قصة حلوة ان هو هيقدر في الدهان ونقدر نستمتع بها. وده كان رائعنا الحلقة التالتة. انا مش عارف لحيه هذا روازب عن المسلسل حلقة بحلقة ولا لا. لان الحلقة تنزل في معاد رخم جدا. ولكنتو قلولي تحت هل تحبوا ان انا انزل حلقة بحلقة ولا نستنى لما المسلسل ينزل كل مرة واحدة ونعمل مراجعة كاملة عليه. وبس كده زي ما شهدين نكون نخص فيديو النهاردة. هاريت لو عجبكم تدعموني بلاك وشير لي واللي حبيب يشوفني فيديوات تاني اتاك ان امشترك في القناة وفعل زر الرجال عشان كل المنزل حلقة تصلوا. واشوفكم تاني في فيديوات جاية كتير ان شاء الله. سلام عليكم.